ازايك يا شباب مكملين مع بعض سلسلة الفيديوهات اللي بعنوان خلي بالك معلومة ممكن تقع منك وفي الفيديو ده ان شاء الله هنستعرض الفكرة رقم اتناشر زي ما احنا متعودين ياريت تقرأ السؤال في الاول لوحدك وتحاول تجاوبه لوحدك قبل ما تشوف الشرح لو جوابت صح ياريت تعرفني في الكومنتات وتكتب ان انت جاوبت صح او مية في المية لو جوابت غلط او الفكرة وقعت منك برضو ياريت تعرفني في الكومنتات وتكتب فكرة وقعت مني نشوف دلوقتي الفكرة رقم اتناشر يلا وقف الفيديو وقرأ السؤالين دول كويس وحاول تجاوبهم لوحدك نيجي دلوقتي لشرح الفكرة السؤال الاول بيقول اذا اعيد تشكيل سلك بحيث تغير شكل مساحة مقطع السلك من الشكل الدائري الى شكل مسلس ولكن طول السلك لم يتأثر فان النسبة بين مقاومتي الموصل في الحالتين تساوي نص ثلاثة ربع واحد طيب عشان نبتدي بقى نفكر في السؤال ده دلوقتي اعيد تشكيل سلك احنا اتفقنا معنا اعيد تشكيل سلك يبقى كده حجم مادة السلك في الحالة الاولى بيساوي حجم السلك او مادة السلك في الحالة التانية تمام تغير شكل مساحة مقطع السلك يبقى مساحة المقطع هي اللي تغيرت من الشكل الدائري الى شكل مسلس يعني هي في الاول كانت كده بعد كده مساحة المقطع بقيت كده طيب وقال لي ايه تاني قال لي ولكن طول السلك لم يتأثر يعني L1 بيساوي L2 طيب ايه اللي هيحصل للمقاومتين R1 على R طبعا لو حد دلوقتي ابتدى يحل بالقوانين هيبتدي يقول ايه هيبتدي يقول دلوقتي عندنا الحجم في الحالة الاولى بيساوي الحجم في الحالة التانية الحجم ده هنا بيساوي L1 مضروب في A1 والحجم في الحالة التانية بيساوي L2 مضروبة في A2 طيب دلوقتي L1 في الحالة الاولى بتساوي L2 يبقى خلاص L1 بتساوي L2 يبقى يطلع عندي ان A1 بيساوي A2 يعني المساحة في الحالة الاولى بيساوي المساحة في الحالة التانية هو تغير شكلها A لكن المساحة بتاعتها فضلت ثابتة ليه؟ لان الحجم ثابت والطول ما تقصرش يبقى يكيد المساحة بتاعتي مش هتتأثر طب طالما المساحة ما تقصرتش والطول ما تقصرش وتغير شكل الموصل بس يبقى كده النسبة ما بين المقاومتين هتبقى بتساوي A لو جينا نعملها بالقانون هنقول ان R1 على R2 هتساوي زي ما احنا حافظين القانون طبعا دي نفس المساحة يبقى في الحالة الاولى بيساوي الرو اي في الحالة التانية يبقى هنا عايبقى عندي L1 هنا A1 L2 A2 طبعا احنا قلنا L1 بتساوي L2 قلنا A1 بيساوي A2 يبقى كده عندي النسبة ما بينهم هتساوي واحد يبقى كده الاختيار رقم G هو الاختيار الصحة طبعا في ناس ممكن ما تحلقاش بالقانون تفهمها على طول ان طالما الطول سابت وده اوعيدة تشكيل السلك يعني الحجم سابت يبقى اكيد المساحة سابتة حتى لو تغير شكل مساحة المقطع طيب نيجي للسؤال التاني بيقول سلكان من نفس المادة ولهما نفس الطول ومساحة المقطع يبقى سلكين زي بعض بالزبط نفس المادة ونفس الطول ونفس مساحة المقطع احت المقطع عاوز ايه؟ وضح كيف يمكن الحصول على مقاومتين مختلفتين لهزان السلكان يعني لو انا عندي سلك بالشكل ده وعندي سلك تاني زي وبالزبط بالشكل ده لهم نفس المساحة ونفس الطول ومصنوعين من نفس المادة ازاي احصل على مقاومتين مختلفتين؟ طيب خلاص دلوقتي المساحة مش هنقدر نغير فيها والطول مش هنقدر نغير فيه والمادة المصنوع منها السلكين مش هنقدر نغير فيها طب ومال هغير مقاومتهم ازاي؟ اقدر احصل على مقاومة مختلفة بان انا ممكن ارفع درجة حرارة احد السلكين ولما اغير درجة حرارة السلكين كده المقاومة النوعية للسلك هتتأثر يبقى انا كده حلعب في الرؤي ولما الرؤي هتتغير يبقى مقاومة السلك هتتغير اللي اقدر اغير بيها مقاومة السلكين دول ان انا ارفع درجة حرارة احد السلكين وبالتالي المقاومة النوعية بتاعتها تتأثر فالتوصيلية الكهربية تتأثر فالمقاومة بتاعته تتغير ممكن واحد تاني اقول انا مش هرفع درجة حرارة السلك لا انا هبرد على السلك التاني برضو بنفس الفكرة ان انا لما ببرد على سلك كده التاني بتبقى درجة حرارته اعلى يبقى انا قدر اغير في المقاومة عن طريق رفع درجة حرارة احد السلكين او خفض درجة حرارة احد السلكين ونخلي بالنا من نقطتين دول لان ممكن واحد يتوقع انه رفع درجة الحرارة بس هتأثر لا رفع درجة حرارة احد السلكين أو خفض درجة حرارة أحد السلكين طبعا أتمنى أن تكونوا حلات الفكرتين دول لواحدكم قبل ما تشوفوا الشرح وأتمنى أن أكون قدرت أفيدكم بحاجة في الفيديو ده وانتظروني في فيديوهات تانية وأفكار تانية انشاءت